موسيقى مشاهدين أهلا بكم وهذه الحلقة من صحافة الغد هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار أصدرها في الصحف والمجلات المصرية المجلة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي مجلة أكتوبر ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ أحمد أنومي الكاتب الصحفي بالمجلة أهلا بك يا فرد أهلا بك يا فرد أهلا بك يا فرد البداية مشاهدين ستكون مع العلاقات المصرية العمانية وتعزيز هذه العلاقات الخبر يقول السيسي مصر حريصة على تعزيز التعاون مع عمان يمكن هذه التصريحات جاءت خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان وإذا كان على هامش يعني وجوده أو مشاركته في منتدى شباب العالم تفاصيل هذا اللقاء يا أستاذ أحمد في الحقيقة العلاقات المصرية العمانية هي علاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية العلاقات المصرية العمانية هي نموذج للعلاقات العربية العربية كونها علاقات قائمة على حس قوم عروبي المشترك في السياسة الخارجية لكلا الدولتين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية أنهما السياسة الخارجية تنقى بالنفس انتهجان الدولتين سياسة النائي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإقليمية أو العربية الأمر الآخر أن مصر وعمان بينهم عاما مشاركة كثيرة وتاريخ مشاركة فوق الثلاثة ألاف عام الأمر الثالث أن القرار الوطني لكلا الدولتين غير مرهون بأي أجندات أو توجهات سياسية وبالتالي كلهما يحرصان على لملامة الجراح العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص بين الحين والآخر على تبادل وجهات النظر مع أخي جلالة سلطان قبوس بن سعيد في مختلف القضايا الإقليمية والعلاقات السنائية كانت هناك زيارة لو تتذكرين حضرتك في شهر فبراير الماضي لرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطانة عمان وتبحث كلا الزعمين على عديد من القضايا السنائية والإقليمية كانت فرصة كما ذكرت سيداتك أن يلتقى رئيس عبد الفتاح السيسي بالوزير المسؤول عن شؤون الخارجية في سلطانة عمان يوسف بن علوي لبحث عدد كثير من الملفات الإقليمية والدولية فضلا عن تعزيز العلاقات السنائية بين مصر وعمان الأهم هذه الملفات التي تم بعدها في هذا القضايا صحيح يعني أولا رئيس عبد الفتاح السيسي وجه شكر للوزير العماني على مشاركاته في منتدى شباب العالم الأمر الآخر كانت هناك بحث لعزة كثير من الملفات أعتقد أن القضايا الفلسطينية تصدرت هذه المباحثات الأيام الماضية شهدت بواد التحرك عماني لحل حالة القضايا الفلسطينية التي تروح مكانها منذ أكثر من عشر سنوات وتعاني من الموت إكلينيكي السلطان قابوس بن سعيد وجه الدعوة إلى رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لزيارة مسقط وقد حضر وتله الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الأمر الذي يشير بأن هناك تحرك وأفكار عمانية لحل حالة الموقف بالتأكيد الوزير الخارجي العماني كان عليه دور في إطلاع القيادة السياسية المصرية على ملامح هذه المبادرة التي هي بالتأكيد لا تتقاطع مع الدورة المصرية بل هي مكملة للدورة المصرية صحيح خلينا ننتقل للتالي والتالي مشاهدين يتحدث عننا خطة مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019 خطة تحرك مصرية استعدادة لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 يعني اتجاه الدولة الحالي هو الانفتاح الكبير على أفريقيا فيعني كيف تخطط الدولة المصرية من أجل تعظيم الاستفادة من هذا الحدث وهو يعني رئاستها للاتحاد الأفريقي في تحقيق التقارب المنشود مع الدول الأفريقية صحيح أولا رئاسة مصر للدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي هو تتويج لمشوار طويل قامت به الدبلوماسية المصرية العريقة على مدار أربع سنوات في القرى الأفريقية مصر لم تسترد فقط عضويتها التي جمدت في الاتحاد الأفريقي في العام 2013 ولم تسترد فقط كمان هيبتها ومكانتها ونفوذات تقريدي في القرى الأفريقية هي استعدت هويتها الأفريقية تلك الهوية التي غابت عن صرع القرار السياسي في السنوات الماضية وسمحت بلعبون إقليميين ودوليون بالدخول في الساحة الأفريقية وأصبحوا منوئين للدور المصري الذي يعتبر القرى الأفريقية أحد دول الأمن القومي المصري وهي حتل الدائرة السنية بعد الدائرة العربية حسنا فعلت الدولة المصرية بالتحرك سريعا للوضع ما يشبه خطة عمل أو استراتيجية شاملة تشارك فيها كل الأجهزة المعنية في الدولة المصرية لتعزيز أواصر التعاون بين الدولة المصرية وأشقيقاتها في القرى الأفريقية شملت الاجتماع الذي عقده ومعالي دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدهولي مع عدد من وزراء الصحة والاستثمار والتعليم بغرض زيادة أواصر التعاون من خلال زيادة عدد القوافل الطبية إلى القرى الأفريقية زيادة عدد البرامج التعليمية والبعثات التعليمية للطلب الأفريق أيضا هناك أصدر دولة رئيس الوزراء توجهته لوزيرة الثقافة بإقامة فعاليات ثقافية على مدار العام يمكن خليني أقف أمام هذه النقطة بالتحديد يمكن المقال بيذكر على وجه الخصوص استضافة مهرجانات سينمائية أفريقية صحيح أنت بالفعل ده سبيل جديد وبالفعل له فعالية لأن السينما أكيد لها دور كبير في تقارب الشرق والسينما كمان أحد أدوات القوى النعمة للدولة المصرية في التغلق في القرى الأفريقية الوزيرة وعدة الرئيس الوزراء بأنه سيكون هناك مهرجان للسينما الأفريقية هناك مهرجان للمسرح الأفريقي هناك مهرجان آخر على أقوائل العام المقبل للمكتبات والوسائق الأفريقية أيضا دولة الرئيس الوزراء بحثة مع وزيرة الاستثمار فكرة الاستعداد للمؤتمر أفريقا 2018 للاستثمار الذي سعقد في ديسمبر المقبل أعتقد أن الحكومة تقوم بدور مهم في هذا الشأن كانت تم تشكيل لجنة عمل أخرى لاستعداد لاستخبال أسوان لملتقى الشباب الأفريقي والعربي في العام المقبل باعتبار أن أسوان بعد قرار إسعى فتاح السيسي أصبحت عاصمة للشباب الأفريقي أعتقد سيادتك أن البرلمان أيضا عليه دور متكامل مع الحكومة من خلال لجنة الشؤون الأفريقية علىها دور أيضا بتقديم ورقة عمل لكون القطين متوازين بين الحكومة والبرلمان أعتقد أيضا أن الدبلوماسية مصر ستنتهج إن شاء الله في رئيساتها للدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي الدبلوماسية وقائية كثير من الملفات المرتهبة داخل القرى الأفريقية ستعمل على تفعيل أجندة أفريقيا عشرين ثلاثة وستين ستعمل أيضا ملف الإرهاب سيتصدر القيادة والدولة المصرية خصوصا أن مصر لها باع كبير في متفاحة الإرهاب نعم خلينا ننتقل للتالي والتالي مشاهدين يتحدث عن انتخابات التحادات الطلوبية في الجماعات المصرية والتي تنطلق غدا الأحد بإذن الله مرات الانتخابات للتحادات الطلوبية ينطلق غدا ستنطلق الانتخابات على مستوى الجماعات المصرية وجولة الإعادة ستكون بعد غد الاثنين بإذن الله أستاذ صحيح طبعا لابد أن نؤكد على شيء مهم أن حياة جماعية بدون اتحادات طلوبية هي كحياة بالهواء الاتحادات الطلوبية هي متنفس لطلابنا في الجماعات للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم ومشاعرهم وكل ما يريدون به بشكل سلمي واشرع أفضل من أن يعبروا عنه خارج أسوار الجماعة بشكل يضر الأمن القومي المصري وبالتالي نحن نقدر ونسمن إجراء الانتخابات التي ستجرى صباح غد باكرت بإذن الله وتستمر حتى منتصف هذا الشهر بإذن الله على مستوى كل الجماعات المصرية لعل حضرتك تتذكرين وسادة المشاهدين أن الانتخابات الاتحادات الطلوبية كانت مجمدة ومتوقفة منذ سورة إدلاع سورة 2011 نظرا للظروف السياسية التي مرت بها الدولة المصرية والسبب الآخر هو كانت وزارة التعليم العالي تجهز لقاحة جديدة لانتخابات الاتحادات الطلوبية وبالفعل صدرت هذه اللقاحة في نوفمبر من العام الماضي وهذه الدورة الثانية أو المرة الثانية التي تجرى بها هذه الانتخابات على هذه اللقاحة الجديدة يعني أهم ما يميز هذه اللقاحة الجديدة اللقاحة الجديدة هي لقاحة تنظيمية كانت وضعت مضموعة من الضابط والمعايير أهمها أن يكون للطالب المشارك في الاتحادات الطلبية سابقة عمل سابقة في الاتحادات الطلبية وموصقة أن لا يكون هناك انتماء للجماعة المعظورة والجماعة الإرهابية أن تكون هناك شروط في قواعد التصويت 50 زائد 1 من الجولة الأولى من الجولة الثانية يتم أخذ 10% من التصويت هي أكلها إجراءات تنظيمية مع سمح بوجود عدو من القيادات الجماعية ضمن اللجان المشكلة وزارة التعليم العالي رفعت درجة الاستعداد القصم مبكرا لهذا العرص الديمقراطي الذي تشهده جامعتنا المصرية من خلال تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات الجامعات المصرية أيضا كل جامعة شكلت لجنة لمتابعة وفرز الانتخابات على مستوى الكليات الأرقامة الصديرة من وزارة التعليم العالي تؤكد شيء مهم أن هناك إقبال كسيف من قبل الطلاب على الانتخابات التعادات الطلبية أكثر من 26 ألف طالب وطالبة يترشحون يمكن التحقيق بيتحدث عن نسبة عليها للفتيات كنت بأسكر لخضراتك كذلك نيد الزهرة ملفتة أن الفتيات أكثر من 40% مشاركات في هذا المارسون الكبير وهو أمر ينم عن الوعي الكبير للفتيات المصرية وأن تمارس حقها القانوني والدستوري الوزير خلد عبدالغفار وجه وأرشد لأبناء الطلاب بالالتزام بالقواعد التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات وحظر الدعاية السياسية أو الحزبية أو الطائفية أو الدينية خلال سير عملية الانتخابية أعتقد أن إجراء الانتخابات التحادات الطلابية هي بروفة مهمة لتأجهيز وتأهيل شبابنا للانتخابات السياسية والنيابية المقبلة يعني حضرتك من أجرية هذا التحقيق يا أستاذ أحمد خلينا أسألك أهم ما يميز هذا أو هذه الانتخابات في هذا العام غير مشاركة الفتيات الكبيرة بالتأكيد هذه الانتخابات تجرى في جو دموقراطي علي جدا تجرى تحت رئاسة أو تحت إشراف معالي الوزير الدكتور خلد عبدالغفار وهو منفتح بشكل كبير مع شباب الجماعات هناك أيضا مشاركة مهمة للفتيات بنسبة تفوق العام الماضي أعتقد كما ذكرت سيداتك هي بروفة مهمة لتأهيل شبابنا للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة وأعتقد أن هي نوع من أشكال ممارسة العمل السياسي داخل الحرم الجميع ولكن طبقا لقواعد اللعب النظيف نعم خلينا ننتقل إلى التالي والتالي المشاهدين هو تحقيق عن السوشال ميديا وبخاطر هذا النوع من الإعلام تستوجب تقسيمها إلى شقين سياسي وتقني أسلحة فعالة للحد من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي يعني بكل تأكيد لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أدوات للتواصل الاجتماعي تخطى دور هذا الأمر بكثير التحقيق بيتحدث عن طبيعة هذه المواقع حاليا الدور اللي بتقوم بها حاليا وأيضا الدور اللي ستقوم به مستقبلا خلينا نأكد في البداية أن الدراسات والإحصائات أكدت أن 42% من عدى سكان الكرة الأرضية يستخدمون الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يعني أكثر من 4 مليار مواطن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي الدراسات أيضا أكدت أن الاستخدامات أو تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أفرزت سلبيات أدت إلى تأثير على الأمن القومي للدول على مستوى العالم من هنا كان هذا التحقيق الذي يطرح سؤال غاية في الأهمية وهو كيفية التعايش الأمن مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن والحد من مخاطر هذه الوسائل التواصل الاجتماعي الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم أظهرت أن هناك عدل كبير من الأضرار الصحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية لهذه المواقع سواء أنها تسبب الاكتئاب أضراب عقلي تسبب تدمر العلاقات الأسرية تهز السوابط والقيم والعداد والتقاليد في المجتمعات المختلفة في نفس الوقت لها أضرار سياسية رهيبة جدا لأنها أصبحت منصات لتوجيه الأحداث وبس الشائعات وإصارة الفتن والنعارات وأيضا إشعال الصورات وأيضا أنا أعتبرها من وجهة نظري أن مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأسلحة الفتاكة ضمن حروب الجيل الرابع لتغييب الوعي وتزييف الوعي وخصوصا أن الدراسات أظهرت أن المجتمعات الأقل تحضرا والأقل ثقافة الأكثر استخداما والأكثر تأثيرا سلبيا من هذه المواقع بقي الأمر الآخر هو فكرة الحلول لمواجهة هذا الطفان أو الانفجار المعلوماتي رهيب جدا الخبراء والمحلولين أكدوا على مجموعة من الحلول لعل أهمها أن يد الدولة لابد أن تكون العليا من خلال إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين لتحجيم وحفاظ على الأمن القومي لهذه الدول الأمر الآخر أن سلاح المراقبة عن بعد والمتابعة من خلال تحليل ورصد ما يتم بسه على وسائل المواقع التواصل الاجتماعي من خلال أجهزة المعلومات في الدول المختلفة السلاحة والحل الثالثة التي ترأيها الخبراء والأساتيزة هو فكرة سلاح التوعية من خلال كما نتحدث نحن وسائل الإرنام التقليدية أو من خلال دور النشر أو المراكز الثقافية أو الإدارة التي تنكي اقتراح بتدريس نعم بسأل منهج تدريسي يقوم يتم تدريس الطلبة فكرة جميلة أن يتم تدريس الطلب من الناشئ أضرار ومنافع هذه التواصل الاجتماعي حتى يكون قادر على التعامل بنود مع هذه المواقع أعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرت سيداتك أختارها تفوق بكثير منافع ولابد أن يكون هناك وقفة وتنظيم لهذا الخطر أو الاعتبر السلطة الخامسة أو الإعلام الفضائي البديل نعم خليني برضو أؤكد على حقيقة أن هذا التحقيق يؤكد أن العالم سيكون أفضل بكثير بدون هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي لكنها فرضية مستحيلة طب بالتأكيد طبعا يعني أعتقد مستحيلة نعم هي فرضية مستحيلة علينا أن نتعايش معها علينا أن نتعايش هناك بالفعل اقتراحات يعني نتمنى أيضا أن تحدث هذه الاقتراحات مشاهدين التالي من الصفحة الرابعة الأحدية والأربعين بالمجلة بيقول وزير الخزانة الأمريكي اعتبرها الأقصى في التاريخ إيران تحت مترقة تكسير العظامة يعني هذا الملف بتحدث عن العقوبات الأمريكية ضد إيران والتي أعدتها أمريكا بكل قوتها يعني وبكاملها بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران صحيح يعني لو أردنا توصيف للأزمة الناشبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية إيران هي حرب بفعل حرب تكسير عظام تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الإيراني ليخضعه عن هدفين هو مشوع الاستمرار في البرنامج النووي الإيراني وفي نفس الوقت فكرة تصدير الثورة الإسلامية أو تصدير الثورة الإسلامية إلى دول المنطقة العقوبات وصفها المحللون والمرقبون بفعل بأنها الأشد وطأ والأكثر وقسوة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المعروف بخمسة زائد واحد والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو الماضي الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف من هذه العقوبات إحداث شلل للاقتصاد الإيراني لأن لو حضرتك تتابعين القطاعات التي تم توجيه العقوبات لها هي قطاعات حيوية ومهمة للاقتصاد الإيراني وتضر أو مصدر جزب العملة الصعبة سواء قطاع عائدات النفط الإيراني أو قطاع المعدن والحديد والمنجنيز القطاعات المصرفية مهمة تشمل البنك المركز وخمسين بنك وطني وشركة أجنبية كلها قطاعات حيوية بالتأكيد ستؤثر على الاقتصاد الإيراني السؤال الذي يفرض نفسه الآن هي على ماذا تراهن الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية من وراء هذه العقوبات الإدارة الأمريكية تراهن على تفجير الوضع الإيراني من الداخل عبر المواطن الإيراني ذاته من خلال هو المواطن الإيراني يعاني وخرج فيه مظاهرات وصورات ومسيرات يعاني من أوضاع اقتصادية رهيبة جدا وبعد هذه العقوبات الاقتصادية أصبح بين مطرقة العقوبات الأمريكية وسندان النظام الملالي والنظام الإيراني هناك الاقتصاد الإيراني حضرتك من قبل هذه العقوبات بيعاني من ترهلات شديدة جدا يعني الريال الإيراني في حال التدهور هناك زيادة في التدخم الإيراني زيادة في حجم البطالة كلها عوامل تزاد العقوبات الاقتصادية الأمريكية زادت من الأوجاع في الاقتصاد الإيراني يبقى السؤال المهم هنا ما هي الخيارات أمام إيران لتعامل مع هذه العقوبات الأمريكية الحللون والمراقبون يعرون أن فرصة المناورة مع هذه العقوبات ضئيلة جدا إيران أمامها سبس خيارات لا أكثر من ذلك الخيار الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت ثماني دول استسناتهم من هذه العقوبات لمدة ستة شهور حتى توفق أوضاعها الخيار الثاني أن تلجأ إيران إلى الآلية الأوروبية التي اقترحتها فرنسا وألمانيا في فكرة مقايدة النفط الأوراني مقابل السلع الأوروبية وهو بدون اللجوء إلى وساطة بنوك أو وساطة مالية وهو خيار محفوف بالمقاطل لأنه سيضع دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة مع إدارة ترامب الخيار الثالث هو أن تلجأ اللي بيع النفط الإيراني عبر وسيط والوسيط معروف هو الحليفة الاستراتيجي إما روسيا أو تركيا والخيار الآخر والخيار الرابع هو أن تهرب إيران بما شاكلها إلى الأمام وتكون بتفجير الأوضاع برمتها وتهديد المصالح الأمريكية سواء في مضيق ورمس باب المندب وبالتالي تفجير الأوضاع وإدخال أطراف إقرامين ودوليين في مشكلتها مع المتحدة الأمريكية نعم خلينا ننتقل للتالي وهو الأخير التالي يتحدث عن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بعد استحوذت ديمقراطيين على مجلس النواب ترامب في ورطة هذه الانتخابات عادت الحزب الديمقراطي مرة أخرى على المشهد وأعادته بقوة ووضعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ورطة على حد تعبيرها صحيح صحيح يعني أولا نتائج الانتخابات التجديد النصفي الأمريكية لم تكن تشكل أي مفاجأة للمراقبين والمتابعين للشأن الأمريكي سواء على مستوى الانتخابات المجلس النواب أو التجديد السلس في مجلس الشيوخ نعم إدارة ترامب الانتخابات يعني فوز الديمقراطيين بأغلبية في مقاعد المجلس النواب هو عودة كما ذكرت سيداتك لنفوذهم التقليدي وبعد سيطرة الجمهورية لمدة 8 سنوات السؤال المهم في هذه اللحظة هي ما هي الدلالات أو المؤشرات هناك ثلاثة مؤشرات من هذه النتائج الانتخابات الأمريكية المؤشر الأول أن شعبية الجمهورين على المحق وهناك تدهور في شعبيتهم المؤشر الثاني أن المواطن الأمريكي بدأ يتململ من سياسة إدارة ترامب سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي المؤشر الثالث أن الانتخابات الرئاسية التي ستتقام بعد عامين والتي يمني رئيس الأمريكي دولارد ترامب نفسه بولاية ثانية أصبحت في مهب الريح أو على المحق وخصوصا بعد الصفع واللاطمة القوية التي واجهها الناخب الأمريكي لإدارة ترامب والجمهورين وفقدهم مقاعد كبيرة في المجلس النواب يبقى جزء آخر في هذه القضية وهي فكرة شكل التعامل بين البيت الأبيض والدمقراطيين في مجلس النواب أعتقد المراقبين يرون أن هناك سيكون نوع من الصراع والتوتر في العلاقة بين ترامب وبين الدمقراطيين ترامب معه أجندة تشريعية يريد أن يمررها تشمل الهجرة تشمل الضرائب تشمل العدد كثير من الملفات الخارجية الدمقراطيين سيعرقلون هذه الأجندة سيصطدمون في عدد من الملفات خصوصا في ملف الضرائب في ملف الهجرة في تحقيقات مولر التي منذ أكثر من 20 شعر والتي ستكون ورقة يلعبون بها ترامب وسيف لعزله من منصبه وإن كان الأمر صعب لأنهم سيحتاجون موافقة السلسين في مجلس الشيوك وهو يسيطرون عليه الجمهوريون أعتقد من وجهة نظري أن الحل الأمثل للتعايش بين الدمقراطيين والجمهورين بعد نتائج هذه الانتخابات فكرة التعايش الآمن بمنطق أو بنظرية لا ضرر ولا ضرر خلينا أسأل حداك كيف تتوقع أن يتعامل رئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا مع هذا الموقع ترامب سيعتمد على قواعده في مجلس الشيوك الجمهوريين وفي نفس الوقت الخبراء يرون أن تركيبة الديمقراطيين الذين فازوا في مجلس النواب هم ليسوا متعصبون هم معتدلون لكن هناك عدد من الملفات يعني الحرب في اليمن الأزمة مع روسيا مع إيران ستكون مناطق خلاف وصدام ترامب شخصية صدامية ومن الممكن أن يكون هناك أزمة سياسية في البيت الأبيض الأستاذ أحمد النومي الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة شكرا لك أشكر حضرتك فضلا شكرا يا فضلا مجاهدين أنت حلقة اليوم من صحافة الغد غدا بإذن الله حلقة جديدة فريق عمل جديد فإلى اللقاء شكرا